الله يرحمه بسكين رباح درياسة ما يشطر الأغنية الملتزمة وما يشطر الأغنية البدوية يا ليت نساؤنا وبناتنا تسمعنا إلى أغانيه عوض أن يبقينا عالقات في المقاهي يضربنا الشيشة نعم لعل وعسى يعودنا إلى رجدهن نعم كأغنيته الخالدة يا التفاحة يا التفاحة يا التفاحة خبريني وعلاش الناس عشقة فيك ترير يا التفاحة ويا التفاحة خبريني وعلاش الناس عشقة فيك بيلة صغروا بين اليسمين والطاحة في العلال حتى وحد ملحق لي يد الفاحة ويد الفاحة خضرين وعلى الناس والعالي بين الظهر وبين اليسمن والضاحة في العلال حتى وحد ملحق لي موسيقى مهيامك مولة بين الغصند وواحة والخدود الحمارية السيخة تواتيك راه قلبي مش غول عليك موجد راحة لو لحقتك شنانة في الحسود نفتين بين الظهر وبين اليسمن والضاحة في العلال حتى وحد ملحق لي كترير و قلبي لم تنظر لك موجه هذا كان حسنا من الدوعي الدعاة السلافيين و تخرج ماذا له كلمات؟ تقول ليها بالشجار و بالياسمين والضحى في العلالي حتى وحد ما لحق لك المرأة العافيفة البنت العافيفة كتكون بحل ديك الوردة بحل ديك التفاحل كتكون الفاق في الشجرة تشي واحد ما كالحقلة ليس كفتياتنا اليوم يضلنا النهار كله عالقات في المقاهي يضربنا الشيشة كل من دبى وهبى يلمسهن هو لمن طول القضية فرحم الله رابح درياسة و رزق أهله الصبر والعافية كذلك دوري دوري الساعة دوري دوري الساعة كذلك قولوا الها الممريضة ليلي يا لا هي الداوي في المرضى و أحبيبها مجروح أهلتي كلمات و عرى بغينا نعزي وفلونا لتوفى ولكن نظرا للظروف التي تمر بها منطقتنا فيما يخص طبول الحرب التي تقرع بين المغرب والجزائر ارتأينا كالعادة أن نؤزل موضوع التعزية نعم ولكن الآن لا بد أن نعزي لأن السيدة هذه صيمانة بسوف الله يحموه و فيما يخص موضوع الساعة وهو طبول الحرب تقرع في كل مكان في منطقتنا في شمال إفريقيا نعم و طبعا بالنسبة للندم اللي ما كيفهم شي كيبالله غير الزائر هي اللي كتظر على الحرب فهمتي ما كيبالله شي بأن المخزن المسموم حتى هو كيعمل ذك شي ديال الحرب ولكن عامل مسوء كيعطي ذك الوجه بأنه مسالم فهمتي كيبالله بالحقل لا حتى هو كي مشيف هذا الاتجاه نعم سواء كان عن إرادة أو مدفوع من جهات أخرى حتى هو مشيف هذا الاتجاه ديال التصعيد و ديال الحرب نعم بارح أعلانات الجزائر عن مقتل أحد جنودها رميا بالرصاص في المنطقة الحدودية كذلك الجزائر لهذا الأسبوع هذا المنصارين أعلانات السلطات الجزائرية قصود أعلانات عن إحباط مؤامرة إرهابية كان غادي نفداء المغرب نعم بتعاون مع الأجهزة الإسرائيلية إذن المخزن حتى هو مشيف ذك الاتجاه بالحق المخزن دفع بيدك ذياله اللي كيتكلموه بأنه رجل سلم ونظام سلم ومسالمة والأخوة والمحبة ولا يريد حرباً ولا يريد اقتتالاً فانتي كيفاش؟ طبعاً طبعاً المخزن علش مزرف فيها حتى المخزن سيقول دابا المخزن سيقول أنا راه تتحميني إسرائيل أنا راه تتحميني أمريكا وبالتالي حتى إذا دخلت في شي مناوشات أو في شي حرب خاطفة مع الزير وغد يتجي إسرائيل وتتحمي عليا وتجي أمريكا وتتحمي عليا ولو ما زر يتحمي عليا نعم هو هذا هو هكذا يدور في مخيلته من شدة غبائه ومن شدة تضبعه يعتقد بأن العالم بأسره سيضحي من أجله أو من أجل سواد عيونه طبعاً لا خاصئت أيها المخزن من الذي ستشعل الحرب بينك وبين الجارة الجزائر لقدر الله سيتم القضاء عليك نهائياً هذا النظام المخزني الجاتم على رقاب الشعب المغربي منذ 370 سنة منذ ما يناهز أو ما يقارب أربعة القرون لقد جاء الوقت وبإرادة إلهية وبأيدي جزائرية أن ينهار هذا هو هذا هي أنا هاتي كي يبلي هذا هاتي كي يبلي هذا لأن الشعب المغربي جابان ما قدر يدير تورا ما قدر يدير انتفاضة ما قدر يقول الله ما هذا منكر الشعب عجناه الدولة عجناه المخزن المخزن عجنه كيفاش ما أبغى وبالتالي دروري غادي تكون واحد قوة خارجية هي اللي غادي تحاول وهي اللي غادي تغير وهي اللي غادي تساهم هاتي اللي كي يبلي هاتي اللي كي يبلي وطبعا إلى تصفحنا التاريخ غادي نجبروا بزافد الدول ووقع على هاتش هذا نعم بزافد الدول تغيير الأنظمة الفاسدة فيها وتغيير الأنظمة الدكتاتورية فيها جاء بمساعدات قوى خارجية نعم وهذا الضبع هذا هذا وهذا الضبع هذا هذا الضبع هذا هذا الضبع هذا هذا هات بوق الدولة وابوق المخزن هاد 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 اسمعتو شنو كي يقول فديك تصريحات الأخيرة ديالو دبك يخرجوك يهدروا معه تهوا آه خليك تهوا آه محلل سياسي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااا و принимى هذا الشي حاجات تخرجوك يقولونه اهـااااااative مهم انا زيارتي امام زياد بعد ذلك عبارة مملكتون الشريفة ذلك كلمة الشريفة مبقىشي كيقولها ده نعم اه وديت عليه التاق تاق نعيب فمو نعيب فمو نعيب فمو الله العادي باخد فاتت اكلها صواريخنا الباليستية العابرة للقرات ايه والله واما بنعمة ربك فحدد نعم ده ما كيقول مملكتون كيبغي يقول ذلك الشريفة وانو ما كتخرج له شي ده ادروا معه قالوا له عيقتي عيقتي وتل حمير بدأوا كيف يفطنوا دابا شمين الشريفة شمين الرح اه مملكتون الشريفة ممملكتون الشريفة احنا 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 الحكومة عادتها اخلوش رئيس سيد رئيس المزارة قيادة صاحب الجلالة لملك البوفدة اوكاي حلمو كهد وقف كهد وقف الشعب اه احنا حكومة عبارة احنا حكومة عبارة انا من هنا اخبرك انا من هنا احذرك انه اللي ستبدأ الحرب مع الجزائر او لا مع اي واحد انه اللي ستبدأ الحرب ويكون شي غزو او شي قصف للمغرب قرارة الشعب المغربي لا ستحرك من بلاسته احنا حكومة احنا حكومة لكم الله بان الشعب المغربي سيخرج ويساعد في سببتكم انتوما وفي سببت سبقون انتوما مولوك وتبقون انتوما التواغيت ووكلينه ووكلينه وحقه الشعب المغربي وخه هو ضرب الطم وساكت ومخلوع وخوفان وعارف رأسه لمسا تقعد شي حرب سيتكمش سيتخبع سيتخبع ويجعل بناتكم ما بيضاوة احنا حكومة احنا حكومة خارج كيقول لهم احنا الشعب المغربي والمغاربة تقاطباتان وكيخرج في ذيك العينين جنود مجنادين ورا صاحب الجلالة نحن اقوى جيسونة احنا جيسونة اقوى يودي الدك الدك تحرد ذيك الدك تم واذاك شي اللي غديبقى معاكم عم مقارب ان شاء الله احنا بلا السياد الحقرة والتعدو اللي كيمرسوا المخزن على الشعب المغربي منذ عقود رب سبحانه وتعالى جابلوش كل ينتقم منه نعم كل حقار كتكوني هايتو على شي واحد كتار منه كيشب بريم ما وكيعفس هايدا غديبقى على المخزن سترى بام عينك ايوه الشعب المغربي سترى كيف يدلوا هذا المخزن ومدلول بالحق غديبقى عندك الشك غديتعرف بان المخزن اجبن ما فوق الكرة الارضية بيت العنكبوت اهوان ولا اوهن من بيت العنكبوت هذا المخزن اللي خالعكم هذا هذا المخزن اللي خالعكم اوهنوا من بيت العنكبوت ايوه الجبناء اللي قالت كتمنظروا مخلوعين بلدكم مشات تباعات للصهايين وتباعات رجعت رجعت معقل من معاقل الماسونية الحركة الماسونية العالمية ومع ذلك قالت الفرق هاوي كتفرجوا ببارسا ومدري علاش لان المخزن ومدخل في يمكم الرعب الابدي الرعب والفزع والهلع هذه الحقيقة لكي شي شي حاجة اخرى بحالك يقول استد حميد المهداوي حنا المغربة فرحانين بالملاكية تعنا وفرحانين بالمالك تعنا وفرحانين بالنظام دينا لا لا استحامل لا ايك شي اللي كتقول كامل هراء في هراء اكدوب كتقولوا لان الدرفية ما كتسمح لك شي تقول شي حاجة اخرى صاف انا ما تنسبك ما تنسبك ما تنعيرك اخو يا حميد المهداوي انا تقول لك الحقيقة مع احتراماتي لك ومع احتراماتي لنظرتك لكن فهذا النقطة غالط اللي كتقول حنا الشعب المغريبي اغلبيته وراء المالك ومع الملكية لا سلة الشعب خوفا ما في الدوش عليها سكت الاغلابية الصامتة سكتين ما في الدومش بساكتين مخلوعين الدولة كتخلعهم كتقولون عندي القرعة القرعة الدولة كتقولون كنها نغبر بالنهادم تنغبر موك انا نغبرك الدولة تتقول لي أنا غدا يخكل موك ما تشوفش موك الدولة تتقول لي أنا غدا 55 ءن ػندوب موك في شعفيل الدولة تتقول لي تنكليش على القرعة الدولة عليها مسكتين بروع عليها تخير طاورة ماشي انه تحب المالك واللي التي حب الملكية السحابي ترجمة نانسي حامد ان commence مخزن مخزن سيطان مخزن 필 Тоبير من تع simp أحüisme ولا تتع труд خفيف بالمقارنة ganze جاسعة بالمقارنة مع الكون الشاسع و الواسع لا يجب أن ترى الأمور السيئة لا يجب أن تقول لها أنا لدي فيديو أنا لدي فيديو أنا لدي فيديو في 2017 نعم وتكلمت على قضية السحامي نحن قمنا بديو وقفنا معك وتضامنا معك نعم كنت قلت بأن كل صباح الناس الذين في الحبس الموظفين في المخزن يأتي و يقولون لك نفتشون لك في المؤخرة ماذا فيها؟ يقولون لها بعدمت لسانك نعم نحن قمنا بديو وشجبنا هذا الفعل المخزني وكذا وكذلك تقول لا لا سجوننا مضخمة والنظام دينا مضخم لا 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 المهم المهم أنا الفيديو الأخر لديك ثلاثة نقطة لا 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 ثلاثة نقطة التي وقت ضروري سنواجه الناس لأن رأيت أنه يمرر أغالط الذي لم يكن لم يكن لم يكن هذا الفيديو لأن اليوم وكذلك كنت أريد أن تفركس مع رأسي ولكن هذا نظر للواجب التاريخي وسأفعل هذا الفيديو لكي أرد على الأستاذ حبيث بكل أدب الفيديو الأخير للعياسة بتاريخ 15 أكتوبر 2015 في الدقيقة 15 الثانية 48 سيحاميد الزبنيول والهولنديين والإنجليز لم يكن تسألت سألت هذا السؤال على المتلقي المغربي قلت له ما الزبنيول والهولنديين والإنجليز لم يكن يقولون طبعا الجواب هو بالنفس سيحاميد الزبنيول والهولنديين والإنجليز ماشي عياشة وخا عندهم نظام ملكي وخا عندهم الملكية هما ماشي عياشة الشعوب هنالك ليست عياشة العياشة هو نعتل يقصد به الجائعون الحفات العرات المزلوطون والمزطولون والمبهدلون وملاقين حتى لقمة وعايشين في الدل وفي المهانة وفي الفقر وفي البؤس وهم يصرخون ليلة مهارة عاش المالك هذو هما العياشة فبتناسي حامل يعني عبارة عاش المالك لا تفارقهم ولا تفارقهن رغم اليأس والبؤس والفقر والجوع الذي يعيشون فيه هذو هما العياشة وهذه ما موجودين في أوروبا ما موجودين في اسبانيا ما موجودين في برجيقة ما موجودين ما موجودين ما موجودين في السويد ما موجودين في الدنمارك نعم الشعب الإنجليزي والشعب البرجيقي والشعب الهولندي والشعب والشعب اسبانيولي والشعب الدنماركي كمين بهم عايشين أخي كمين بهم كمين بهم كتخذ ديور ديالهم هات الشعب دو كتجبر نبير عمره فيها الضانون فيها العاصر فيها السربيسة فيها بينو فيها الحام فيها الجاش فيها الحوت الأغلبية تسعوده 90% نعم كل شي شارب كل شي واكل السحابي كل شي شارب عليها قلتلك ما تمررش الأغالط ما تقولش بأن أننا استمحتها وما عايشها تومت يقولوا عايش المالي ونزيدك السحابي ونزيدك السحابي في المملكات الأوروبية أولا في الملكيات الأوروبية الشعوب ستخرج للشارع و ستسقط تلك الأنظمة ولن تتحول إلى شعوب الزومبي كما هو عندنا في الزريبة نعم وأنا لا أسجلك لهذا المصطلح الزريبة حتى هو أن ترى سيكولوجيا أنا السحامي أنا 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 هذا العبد الضعيف أمامك أنا 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 قرابة ثلاثة العقود موجودة في الديار الأوروبية نعم أصبحت اليوم أوروبا موطني نعم وبلدي وأفتخر به نعم وأدافع عنه في حالة أي حرب نعم إني أصدق فيما أقول الوطن ديالي هو هذا نعم كما قال الإمام علي عليه السلام الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن هذه الحقيقة خالي ونعم ديك التخربق ديالي قطران بلادي ولا عسل عسل الناس آش من قطران بلادي ولا عسل الناس كتضوخوا الشعب هذه العبارات السحرية قطران بلادي ولا عسل الناس ها اللي حاكمين الدو بيترول والدو قاز والدو الفلوس والدو الحوت والدو فصلة والدو الدهاب والدو ديامان ها ووكلين شاربين مفرقعين مضخمين مع رسوم وكيقولوا للشعب الفقر الجيعان كيقولوا له كيقولوا له آه وقتران بلادي ولا عسل الناس والشعب انطيق الحكاية ديالهم سكين شعب شعب بريف ها ثلاثة العقد ديالي ياسي حميد اللي اضربت هنا اياها في وطني البديل ماشي عمري سمعتم كيقولوا عاش المالك ولا عاش المالكة عمري ما سمعتم كيهدروا على الأسرة المالكة أو الأسرة المالكية لا في المقهى لا في البار لا في الحانة لا في المدرسة علمري سمعتم كيهدروا على المالك ولا على المالك حق الله العادي ما خوتي كان هدر معكم نيشااً زي ما أصدقكم القول الله أخوتي ما كيهدروا لا هلاز لانه لانه اصلاً المالكية والأسرة الحكي المالكية ماشي موضع نقاط ولا حيور هذك أسره كتنتمي الى الدوله اللي هي فيها ما كتحكمتها شي حاجة مجرد رامز و السلام المالك هنا والمالكة والأسرة المالكة رامز 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 بروتوكول السلام حدق الفروطة كتكون هيدا مور الماكلة كتزوق بيهو السلام فهمتكي إذا لم تدخلش الأغالية للجماجم الشعب المغربي الفارغة تقلوا مرة الملكية تتلقواتها ومعيشها لا سلة قوار ما عندهم شي المالك يده كل شي أصعب كنت تقول لنا سحميل كنت تقول لنا من المالك يحكم ويسود وهو القاضي الأول وهو المقاول الأول وهو البنكي الأول ما عندهم شي هاد الشيس كتكون كنت تقول لنا شفتين لدخم ديال يا صاحبي بسم الله المهم كانت تمنى أن تكون رديت عليك فهذه القضية ديال واستل الإنجليز عياشة واستل زبنيول عياشة واستل هولنديين عياشة واستل بلاشقة عياشة كنت مننا نكون جاوبتك فهذه القضية القضية الثانية في الدقيقة الدقيقة 17 و 48 دقيقة 17 و 48 ثانية دقيقة 17 و 48 ثانية ما قلت قلت النظام عنده حولفة أكبر في العالم وحليتي ضقمك نعم كبار هذا عملتي وطبعا هذه لغة الجسد كتسمة حتى دخلف 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 الديماغوجية مهان تقي بس المعلي النظام عنده حولفة أكبر في العالم عندكم يدوخكم شي واحد واردفت قائلا عندكم يدوخكم شي واحد كتقول للشعب المغربي شنو كتقول له كتقول له السمالك دينا عنده صحاب واعري في العالم كتعرف عنده الرئيس المريكاني وعنده الرئيس الإسرائيلي وعنده الرئيس الوزرع كده هادو كمعهم دخلين معه هادش اللي كتبخيقون الشعب المغربي وطبعا عندي خرفة قديمة جدا يا أخي خرفة قديمة النظام المخزاني ما عندوش الحلفة أكبر بحالي تدقل الشعب المغربي السحامي النظام المخزاني نظام عميل لدول كبرى وعظمى العمالة دياله هي اللي كتجعل ديك الأنظمة لأنها تقف أحيانا على خدماته العميلة كتخليه تمه مش قديد حلفاء وعندو حلفان واحد الحاجة أخرى استحامي سأذكرك بها عندك الانترنت في الدار عندك الكمبيوتر في الدار امشي كتب في جوجل محرك البحث محمد رضا بهلوي محمد رضا بهلوي شاه إيران محمد رضا بهلوي المالك اللي كانت يحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من اللي كانت إيران ماملكة نعم محمد رضا بهلوي محمد رضا بهلوي محمد رضا بهلوي محمد رضا بهلوي شاه إيران طاغوت إيران محمد رضا بهلوي إيران ولإسرائيل وللاستكبار العالمي محمد رضا بهلوي الخدمات الجليلة اللي كانت يقدمها للاستكبار والإمبريالية والماسونية حتى يتبه إلى الخدمات التي تقدمها محمد السادس ومع ذلك من هذا الموضوع الكثير من الوقت رضا بهلوي رضا بهلوي بمشي لم يكن يترجم حالك لم تنتظره طبعا حينما انتصرت التورة الإسلامية ما عونوه متى شيئا خلوا أموه إيران متى بين المطارات بعدها الموت الوضيعة ديالو مات بين المطارات ها هو الطاير من مصر للمغرب من المغرب للمكسيك من المكسيك للميريكان الميريكان طرداتوا رزع المصر موتة رديلة موتة الدكتاتوريين دائما يموتون موتة الله سبحانه وتعالى كي قهر بابهم في الموت كما قهروا شعوبهم عندما كانوا على قيد الحياة والقولة ديالو القولة الشائرة المعروفة قال رموني كالفقر من الترضين الأمريكان من أمريكا أمريكا خافت من التي دخلوا الطلاب الطلاب الجامعة الإيرانيين من التي ادخلوا إلى الصفارات الأمريكية في طهران وook القنصول اللي كانوا تمامو البيعاتة الدبلوماسية الأمريكية اللي كانت في الصفارات الأمريكية الجواسس ديال أمريكان نعم Jahosis من تعرفوا أن القنصليات الأمريكية والصفارات الأمريكية هي جواسس هذو كمين جواسس يتجسوا على الدول فهمتكي باز معلينة بحث شغل جيميس بوند كذا هاتوا معرفين القدير من اللي دخلوا الطلاب الإيرانيين واحتلوا ذلك الصفارات الأمريكية أمريكا خافت على الموظفين ديالا نعم وطردت شاء إيران من أمريكا نعم طردت يمام أمريكا ذلك الساعتين قلت لا أدرا هذي نعم شاء إيران محمد ريدا بهلوي طاغوتو إيران نعم شنو قال قال رمونيك الفأر نعم قالها بعضمة لساني وقال رمونيك الفأر سيبوني بحل طبع هه وجد هنا اليوم تقول الشعب المغربي المخزن عنده حلفاك وووو عندك يكتب عليكم شي واحد أس حميل همم الرجال تزيل الجبال ومهلغة دينة الشعب المغربي والله يا إما المخزن وخمس يكون عنده غير حلفاء أمريكا وإسرائيل وخي يكون عنده إماه الحلفاء مجرات أخرى نهلينو الشعب المغربي نوضة الرجال ها ووقفة الرجال ها الله تتير يماه مالسمى نعم همم الرجال تزيل الجبال عليها هما خلوكم تكميوا في الجوينتات في المغرب بس كتقتلوا ذيك الرجول اللي فيكم كتقتلوا ذيك العز والكرام اللي فيكم ما تتوقوش تحسوا بالدل صافي كترجعوا ندلولين وعاجبكم حلكم كما هو الحال الآن في الزريبة نعم في الزريبة كذلك قلت كينشي مالكيين هك هك الله ما تسخس تنضم أحدهم الله تنقدوك الله تديرو لكم توقف عليهم مالكيين هك واجبنا قلنا شي واحدة حامد مهداوي ما هدو اللي معروفين قلنا شي مالكي هك هك بحالي كتصيفو انت هك هك زوين رائع وعرز تحبي الله العادي وقصدني بتاعك وليد كي قل ديك لأي مرة قل كينشي مالكيين او زوينين والله ما تسخ أخي وحاليين والله تنقدوك والله توقف عليهم أخي والله تديرو لكم وكينشي جمهوريين اخ هذه مقاربة غريبة جدا شور احنا كان عارفوا ان المغربي الجمهوري الان بالنسبة للقطيع وبالنسبة للشعب المغربي العد كي بلو ديك المغربي شي حاجة بانورمال لان الجمهوريين المغاربة هم جوا في واحد الوقت ليس وقتهم جوا في واحد العصر ليس عصرهم الاجيال القادمة يلي غادي تفهم الخطاب ديك الجمهوريين اما العبيد اليوم ما كيفهموشي شنو معنا هادك بنادم جمهوري ما كيفهموشي تشرح لهم ما معنى هادك مغربي جمهوري مغربي جمهوري اخوتيك تعني ان المغرب سيرجع الدولة جمهورية ما كيشي اسرة تحكمو تنهب وكتدي الخيارات وهي الدستور هي القانون الشعب يختار واحد بنادم يحكمو خمس سنين ستسنين عاوزين كتدي الانتخابات يختار واحد اخوة هادية هادية معنى هادية هادية هما كيصوروها للمغربي اللي في الزريبة كيصوروه للجمهوري بحل زعم ما كيش خطير جمهوري هادك رأهو جمهوري هاد جمهوري اخاي هو الانسان اللي بغي يحرك من العبودية هادا كوالجمهوري بغي يحرك من القهرة ومن الدل ومن المهانة ومن الفقر بغي 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 تكون بلادك حرة وتكون بلادك لك انت ما تكونش انت غير غير موننس هادوك اللي كيحكمو تكون انت انت هو كل شيء في ذلك البلد هادا هو انسان جمهوري ومغير مغير مغير شاه ايران نسي حامل مغير شاه ايران ها دبعا انا ما زال معك ذلك النقطة ديال عنده حلفاك واا اوكي مغير مغير شاه ايران مغير شاه ايران مغير شاه ايران شيء معمر معمر ها هادا لازال في الفيديو لازال في اليوتوب لازال في لازال في كل مكان تجدون التظاهرات كانت في طرابلوس الليبيين هزين تاورد معمر وكانوا يقولوا معمروا ليبيا وبس ليبيا ومعمروا بس ليبيا ومعمروا بس كا ولا مكا كا اوكي هادوك هادوك كان يقولوا معمار هو ليبيا و يمكن أن يقوم بإطلاق شرصية عندما كانت ثمية ها ستأكد بإطلاق شرصية conclus opt كلمه لكن أردت ان على أي شيء سوف أخبركم cents الصحفي من الفي بي بي سيعترد استردون بأيامات قريبام أكتواب 2011 أرجوه سيعتدم ، و الاسم tiene PBC . . PNsch . PNsch . PNsch . PNsch . PNsch . PNsch , PNsch . PNsch ساعتين معمار ارجعك يدرب اللونجلي مبقتي يدرب العربية عمل رجل على رجل ويقول لك الصحافي تيقول لي تيقول لي My people My people love me My people love me قلوا أنا أخرج من ليبيا أنا أخرج من ليبيا أنا أهرب My people love me My people love me وقعت وغيت العرب يعتقدون بأن شعوبهم تهواهم وتعشقهم وتحبهم السي حميد هذه مسألة معروفة لأن الصيوف على رقاب الشعوب فلابد أن تتظاهر بالحب للحاكم الظالم كيف سنعشق حاكما ظالما كيف تريد لشعب أن يحب حاكما جبروتا ظالما كيف سنعش تنسي حميد فق من قلبها يا صاحبي أما هذه القضية التي استشهدت بها وقلت وأشوف عدد المشاهدة عندي وراك تصل إلى 500 ألف جزء المليون هذا شيء ليس معيار على المصدقية هذا شيء ليس معيار ليس معيار على المصدقية هذا شيء لديك واحد مسألة سيكولوجية واحد مسألة نفسية نعم الشعب المغربي لأنه هو واحد الشعب مقهور ولأنه واحد الشعب جابان ولأنه واحد الشعب ما في الدوش ما قدرش يغير وكيشوف بأن العالم حوله يتغير وكيشوف بأن الشعوب فوق الكرة الأرضية تطور وكذا وكذا والأنظمة تتغير وهذا التدافع الكوني وهذا الجخليط اللي وقع في العالم وهو واحد الشعب خواف وجبان لأنه ما قدر يدير وله لها هو أي صوت أي صوت كيطمأنه وأي صوت يهدن من روعته وأي صوت يجعله يعتقد بأنه على حق يعني الشعب على حق في خدلانه وجمنيه كيسمعه كيشبر فيه واحد كيشبر فيه واحد كيشبر فيه واحد الحنية هذه مسألة مسألة نفسية مش مش قضية أنك على حق طبعاً احنا مشيك نقول أنت على باطل دائماً نو 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 هرفض المواضع هذه التي تشيد بها بالنظام المخزاني وتصوره بأنه سويسرا وبأنه دنمارك نعم فهذه النقطة هذه ضروري كانت تعصبه ضروري قصنا نجدلك بهذه الطريقة هذه نعم فهمنا اتشي لك شعب مغربي شعب معقد مسكين شعب أنا صرحت لك صرحت لك قضية نفسية نفسية نسيكولوجياً كيف سعمل فهمت كيشبر الشعب بغي بغي ديك الهدوء النفسي بغي الجبرو والطغوطية هي مسألة عادية هي ونحن محن حالة شدة لذلك يتفرز فيك السيحامد ويتفرز في أخرين عاوتين اللي خدامين مع المخزن تهو ما هاكي قولوا للشعب هذ الكلام كيني الناس عاوتين خدامين نيشان مع المخزن مع البوليس والمخابرات كتجبر نسبة المشاهدة كتوصل 300 ألف 400 ألف شاء الله تتحط الفيديو ولكن ليس معناه أنك على حق وكرر نعم كثرة المشاهدة ما كتعني شي أنك على حق وليس خطاب يموجه لك فقط نو 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 أي واحد وده بغادي يقول لك ورا أنت محساد ورا أنت محساد نو 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 مش قدير محساد لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكي فهمت كيف هذا ره ما شي دائما فيك تكون جوقة وكتكون صدق صدق هذك طريق الحق نو نو الجماعة هي ملازمة الحق ولو كنت فردا والفرض ملازمة الباطل ولو كنت جماعة فهمت كيف هذا ره نيبك يشوف ثلاثة المليون في أي فيديو مليون ونوص أخرين الروتينيك يشوفو سبعمائة ألف مشاهدة ما هي قضية دياله المهم الله يكتر لك معدد المشاهدة تستحامد نعم أقولها من كل يعني من كل أريحية ماشي زعمها نو نو نعم نعم الله يكتر لك من عدد مشاهدات صحي ولد الصحفية الأسبوعية كنت باقي حشومة وكذا وباقي ما عندك شي تتقى في النفس وفي ذاكل وقت كنت يعزبني أنا آه كنقول هذا هذا الولد هذا وهذا الشب هذا وهذا الرجل هذا فيه وحد فيه وحد عنده 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 باقيتي دياله عنده وحد الخصوص صحي كذلك في الدقيقة هذا ما رجعت للنقض اللادع نعم كذلك في الدقيقة 22 و 56 دقيقة 22 و 56 ثانية قلت عادي البداحي أشنو قعله طبعا ما سمتي شيء ما قلت شيء ما قلت شيء عادي البداحي قلت وحد شخص كان تركع وكذا أرى هو في الحباسات مرتودة باكت عاني ولدوك عاني فتفهمش لما أحتي العادي البداحي عادي البداحي يا السي حميد هذاك أصبح رمز الحرية في داكرة ومخيلة الشعب المغربي الجماعية نعم رمز الحرية نقشة في الداكرة الجماعية للشعب المغربي عادي البداحي هذاك اللي يعمل فيديو وقال لك أنا ما قاديش يركع لك بحليك يركعو لك أخرين هذاك راتش هذاك صافي هذاك تخال تخال كتب اسمه بحروف من دهب في تاريخ المغرب المعاصر نعم ما ذكره قدوة للطوار والأحرار والمتعطشين للحرية والكرامة ودولة الحق والقانون وسجنه راه موقف راه موقف ماشي بحال دكشي اللي قلتي آه وراه دبا محبس آه واش كلي غادي يصور لي ناشي حاجة ويقول لي ناشي حاجة لا 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 حتى المواقف حتى هي كتأدي كتأدي المفعول لها نعم أنبياء الله سوجينو السي الأئمة المعصومون سوجينو ماذا تقول لي أنت في مسيرة تحرر الشعوب أسمع السي حميل في مسيرة تحرر الشعوب التضحية والمعاناة وقود لبت الطاقة والحركة والقدرة في روح الأمة نعم للانطلاق نحو الهدف نعم الشهيد الأول محمد باقر الصدر رحمه الله رسالة الأخيرة اللي وجهه للأحبة ديانو قلوم دابا طبعا من اللي كان عرف رسول غدي عدمه صدام المجرم قلوم قدمت حياتي في العلم والتعليم والتعلم دابا جالوقت باش نقدم للأمة موقف باش عقله عليه ومش يموتش في سبيل الله عادية إننا لسنا هنا خالدون السحامي إننا لسنا هنا خالدون العياشة والعبيد في الزريبة هذا والإشكال اللي عندهم المخزل رصبنهم في عقل البطنة ديالهم بأنهم خالدون في الدنيا لذلك هما خوفانين الشعب خوفان لأنه يجيب الله سيبقى عيش على طول كي يقول لك لا ما لا أخذني صدع لا أخذني حبس لا أخذني لا أخذني موت لا أخذني لا لا خلي لا أخذني لا أخذني نحن هنا عابرون نحن هنا عابرون أنا ذكرتكم نعم الذين يتشبتون بالحياة الدنيا رغم جوعهم وفقرهم وزلطهم ودلهم وحرمانهم وما ما زال مشبرين فيها وكي يحمقوا عليها كذلك استوقفتني عبارة الصحراء المغاربة جميعا الصحراء ديالن نحن كاملين يا سي حميد قلتها قلت الصحراء للمغاربة جميعا وإذا كان الأمر كما تدعي السي حميد بأن الصحراء للمغاربة جميعا لماذا؟ لماذا ما سمي بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء لم تعرض على الشعب المغربي لكي يستفتع عليها هل أنت معه أم ضده قبل التسويغ لها في المحافل الدولية ها؟ لماذا ما دروهاش؟ إذا كان الصحراء ديال الشعب المغربي كامل كان خصو المالك واللي حكم المغرب معاه بايا ديق الاستكبار العالمي أقصد قبل ما يهدروا على ديق القضية ديال المبادرة ديال الحكم الذاتي بالصحراء كان خصو يهدروا مع الشعب المغربي وتقص في البرلمان وتقص في السيفتاء الشعبي ويفتحوا أماكن الاقتراع هل أنت معه أم ضده؟ أما هو مقلك الله وغادي نعطيه الصحراء والحكم الذاتي ودبا بالنسبة للمغربة اللي بحالك انت ها؟ هادو كلك يقولوا الصحراء مغربية وكده؟ شنو دبا فيم كتو دبا؟ نفرض أن صحراء ها؟ وافقوا إلى الحكم الذاتي ها؟ الموسع ها؟ وفين غادي تبقوا أنتوما؟ في ذيك الحالة هاة؟ فأني هاة قضية ديال بطريوت 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 صحراء ايه؟ احتفد حالها دي الصحراء ليس لك أنت أيها المواطن الجائع لأن الخيرات ديالة ما غادي تلحق منا والو كن هاني كن هاني خيرات الصحراء ها؟ لو سلمنا جدلا بأنها أصبحت للمغرب راما غادي تشوف من ذيك الخيرات والو الخيرات كاملة غادي يمشيوا المولاكم راشد ومولاكم هيشا مولاكم حسنا ومولاكم وبطريوت كبير وصحا وانت غادي تبقى عايش في الخبز واتاي والعدس متقب أيها الشعب المغربي إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها وإلى بعد أن يريت الله الأرض ومن عليها نعم أنا في نظاري الشخصي المتواضع المغربة اللي كيدفع على أطروحات المخزن سبق فيما يخص القضية ديال النزاع في الصحراء أو للقضية ديال الصراع مع الجزائر والحرم مع الجزائر وكذا أنا أعتقد بأنهم يجهلون أو يتجهلون عن قصد ها؟ وفي رأيه أصدقكم القول إنهم يتجهلون عن قصد أن المخزن سبياني المخزن سبياني في تصرفاته هادي اللي ما كيبغيوش يشوفوها من اللي كيكونوك يدافعوا على المخزن يشعرونك بأنهم يدافعون عن عن مخزن راشد وعاقل وعارف رسوش تدير فالحرم هادي اللي ما كيبغيوش يتجهلون يشعرونه 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 باركة متميع الحقائق والتدليس الاستحامد نعم في حال ما رأيت اليوم وقرأت في الموقع المخابرات أخبارنا جاءوا لك واحدة تصويرات واحدة من فرقة كرة القدم مولودية وهران أو شيء شيء مهم فرقة كرة القدم جاءت تلعفة في المغرب ومشت ودوهات تلعفة في المركب وقلاء مع الجيش مهم في الربط وذلك المركب هذك 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 المقاعد وفيهم العالم اليوطي هذك اللي كيتم الراية المغربية اللي عملتنا فرنسا هو مشهد البغربة المهم هذك الفرقة كرة القدم الجزائر اللعباء مصورين شدين الراية الجزائر العالم الجزائر والعالم الأمازيغية نوميديا هذك هذك قال انقلب السحر على الساحر ومن إقريس المقال دا ما كنت نقول لكم بدرجة دينا وشوف هما زاوي يورينا بأننا زعمان الجزائر والقبايل والقبايل والجزائر والقبايل وحنا دولة وحدا وحنا ما عندنا شئ ولكن انقلب السحر على الساحر بين العالم دينا المغرب وراءهم أفهولا ... فمقول له يكون مثيله إلى بالحرام جو تيفي ويشكله 363 والله العادي ما أخوتين لك يدحكوا عليك الشعب المغربي كيدحكوا عليكم زعمة كيتعملوا معكم بحل أنتوا ما أنتوا ما قاصرين ما كتفهموا ويلو الناس معلية الراية دي البلاد والراية دي الحركة الأمازيغية بس كل الشعب المغربي من داره كتقول له شوف الشعب المغربي شوف الحكومة المغربية شوف النظام المخزاني أبارك ما تشعلين العقوة في بلادنا نحن في الزير نحن أخوت يا أمازيغ يا عرب يا قبائل يا عرب وهما ماشين يصوروا ذلك شي بحل يزعمه لماذا تكتبوا للشعب بحق الشعب نتجي بالله كي السهل لأنه الشعب عمل ذلك اللعبة دي المكان شوف شي ما كان فهم شي الشعب عمل ذلك اللعبة كن حمارا تعيس سعيدا فهمتش بحال هذا أغلبية الشعب المغربي كيأمن بهذه النظرية وبهذه المعادلة نعم كن حمارا تعيس سعيدا لا أخصني صدع لا أعرف مغربي لا أرى مغربي أنا أغير أن أكل أغير أن أسرط أغير أن أشرب أغير أن نعس أغير أن نمشي للطوارد أغير أن نتفرج في مدولة لا أتهمني مغربي والقليمة لا أتهمك مغربي وأنت عايش مدلول وما تحشي برأسك والشعب العالم تتحكي عليك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر